ألف مرحب لبرج الدلو. برج الدلو اللي سمعت. في حدا قلي ان برج الدلو مش عاجب العجب ولا صيان في رجب. بس انا ما صدقت. برج الدلو. برج بقوله عنه شايف حاله. بس انا عم تجربة. هو مو شايف حاله. هو الناس ما عم بتفهمه صح. هو شوي خجول. فهذا الخجل بيخلي الناس تفهمه الطريقة انه هو شايف حاله او مغرور. لانه ما عم بيفوت بالاوساط تبعيتهم. فبرج الدلو بتمنى لكم قراءة. بتمنى لكم ثلاث اشهر حلوين. رائعين مثلكم. لانه يا جماع قد قلتلكم عن طيبة برج الدلو ما حتسده. قدش هو يعني مباشر. هو اللي بيقوله. بيزحلك. بده يعصبك. هو ما عنده مشكلة. لازم يقول اللي في قلبه. بناء على قناعاته وانا معه. يعني الصدق في كثير من الاحيان بيكون هو الحل للمشكلة. احسن من المجاملات الكتير اللي ما الهداعي ولا بتحل اي مشكلة. برج الدلو. برج الدلو بالفترة الماضي كنت تهتم بكل اللي حواليك الا انت. كان في غدر. كان في خيانة. بشغل. بشغل. كان في غدر. وكان في خيانة. وهي ثلاثية يعني. كان ثلاث اشخاص انت واحد منهم. هادول التنين كانوا متفقين عليك في موضوع الشغل. لكن انت انتصلت عليهم. وخلصت من هاي المرحلة. لكن عندك خوف دائم. اه لا مبرر له. انك انت يصير معاك مشاكل. الحمد لله الفترة الجاي خالية تماما من المشاكل. ويا رب يا رب انه تزوط هاي القراءة على الكل. لانها من احل القراءات اللي شفتها. يعني اه اللي كنت اثير الاحزان وكنت اه ما بعرف اه كتير متحمل من اللي حواليك. لأ بلشت تهتم في حالك في اه انت شو بدك? انت شو حابب? وهي شي كتير 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 هي يغير الامور من حواليك. دائما انا بقولها يا جماعة انه الامور من حواليك متى بتتغير? لما انت من جواتك بتتغير. لما افكارك بتتغير اللي حواليك كله بتغير. اذا انت كنت بتهتم باللي حواليك وهم ما بستاهلو وكنت تضحي عشان هم وهم عم يحكوا عليك من وراك. هذا الاشي يسبب لك آلم كبير. بالاخير توصلت الحمد لله يعني انه توصلت يا برج الدلو انه تهتم في حالك شوي وتنسى التانيين. خليني اهتم في حالي. انا شو بدي انا شو بحب? انا شو بدي احقق بالفترة? اه الجاي. اه بنت برج الدلو عندها فرحة كبيرة. والشاب كمان. لكن البنت اكتر على الصعيد العاطفي رح تحقق جميع احلامها في شخص واحد. اه في شخص عم براقبها. الو فترة طويلة جدا. اه شخص شبه مثالي. هذا اللي نبين من الورع. ولذلك اه فهو بده حدا مثله. عشان هيك كان متخوف. بس هو بالفترة الجاي رح يتقرب عشان هيك. اه منك يا برج الدلو. اه بس بدك تاخد العمور تفكر بها شوي وتفكر بحالك. هذا الشخص رح يكون اه بيشتغل في مجال ما بعرف ازياء او تاجر يعني بيبيع ازياء ما بعرف او أو ديزاينر، فاشن ديزاينر، يعني شيء له علاقة بالديزاين حتى بالأكيتكتور ممكن يكون. المهم هو مصمم أو ديزاينر ممكن يكون لجزء منكم يلي عم تسمعوني. بالأول رح يكون في صد من ناحيتك لكن بالأخير رح تستوعبه لأنه هو شخص مبين أنه مصمم مصمم. يعني ما حيخسر من الجولة الأولى. بده يحاول مرة واثنين وثلاث ليشربك إياها بالمعلقة. هو كتير بيحبك هذا الشخص على فكرة. مش بس بيراقبك، هو كمان في حب وفي معرفة قديمة بس أنت ما بتعرفه مثل ما هو بيعرفك. لأنه هو بتابع أخبارك إلو فترة طويلة فالي مبين عندي إنه عم بتابع أخبارك إلو فترة وبيهتم بالموضوع. أنت أولى على غالك لأنه أنت شاغل أمورك باللي حواليك بإخوانك. حلو الواحد يهتم بأهله، حلو الواحد يهتم بأصدقاؤه، لكن ما ننسى أنفسنا يا جماعة. كمان أنا يعني شو بحب وشو بدي أسير وشو بدي أحقق. يعني هاي الأمور كلها تمام. رح تيجي عليك فترة يا برج الدلو ما بتعرف عندك تحط الفلوس. ما شاء الله ما شاء الله يعني عندك بوفرة مادية كبيرة جيدة من الطاقة الكونية. واكنه فيه ما بعرف متل بنك عم تصرف منه وما عم يخلص. ما بدي أحسدكم ويا رب هاي القراءة تصبط على أكتر. مع أنه برج الدلو ما بيهتم كتير بالمادة، بيهتم كتير بالأمور العاطفية لكن ما بيبين عليه. هو من جوه بتأمل أو حلمه أنه يكون أسرة، حلمه أنه يكون علاقة حلوة مع إنسان، بيحبه والحب بيكونه متبادل لكن ما بيبين أبدا برج الدلو هذا الإشي في شخصيته. فأنا بقولك أنه أنت من الناس العادلين في حياتك ومثل ما مر عليك كتير أمور سيئة رح تمر عليك أمور بتجنن، بتعقد. فما تمل وما تأس، الأمور حتبلش تتزبط من نص الشهر. هاي الفترة كلها رح تكون بتير حلوة. شهر تسعة أو عشرة احتمال يكون في زواج من نفس هذا الشخص لأنه ما في شخصين، ما في عندي أكتر من شخص، عندي شخص واحد هيظهر في حياتك. هو حيكون الأول والأخير وإنت ما حتنتبه له من البداية، حتفهم الموضوع غلط كالعادة ورح ما تهتم فيه، بس هو رح يكون مصر إنه يكون هو الملاك تبعك اللي رح يحل لك كل مشاكلك. وفعلا هو قدها وقدود هذا الشخص رح يكون عادل وما حيظهر معك متل ما كتير ما تعرضت الظلم في مع أشخاص تانيين في الشغل وفي العاطفة. لا هو رح يعودك عن كل اللي مر وقلت لك لبرج الدلو. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة